اشتركوا في القناة تصنيع وصيانة النظم الميكانيكية الهندسة الكهربائية يتعامل هذا النوع بشكل رئيسي مع دراسة وتطبيق الكهرباء والالكترونيات والكهر المغناطيسية الهندسة المعمارية هي ممارسة تصميم المباني والهياكل مع الاخذ بجمالية التصميم والوظائف المكانية بعين الاعتبار الهندسة المدنية تعتم بشكل رئيسي بالعناصر الهيكلية للانظمة ومن التخصصات الاخرى هندسة الحاسوب هندسة المياه هندسة البرمجيات هندسة الشركات هندسة البترول وهندسة الطاقات المتجددة وغيرها الافاق الوظيفية يمتلك المهدس فرصة جيدة جدا للعمل في مختلف القطاعات الصناعية والانشائية وبالطبع يختلف حسب التخصص الذي تبعه في الجامعة ففي حين يمكن للمهندس الميكانيكي العمل في قطاعات النقل وصناعة الأخذية والطاقة والطيران فإن العمل في قطاعات الاتصالات والبرمجيات والشبكات سيكون خيارا مناسبا لمهندس الحاسب ما هي أوجه الاختلاف بين الهندسة المدنية والهندسة المعمارية تتشارك كل من الهندسة المعمارية والمدنية في تخطيط وتصميم الهيكل في حين يركز المهندس المدني على العناصر الهيكلية للتصميم لضمان تحمله كافة الظروف فإن المهندس المعماري يصب تركيزه على الجماليات والشكل والتصميم أثناء المرحلة الجامعية فإن المهندس المعماري عادة ما يدرس مواد متعلقة بالرياضيات والفيزياء والرسم الهندسي وتقنيات التصميم ليكون بذلك حالة خروجه قادرا على أداة التصميم الحضارية أما المهندس المدني فهو يطالب بالنجاح ضمن مواد وبرامج وورش عملية تتعلق بالرياضيات والعلوم الفيزيائية وميكانيك الموائع والهيدروليك والموارد المائية والتصميم الهيكلي والمعايير الحكومية ومن هنا نستنتج أن الهندسة المعمارية أكثر إبداعا في التصميم في حين أن الهندسة المدنية تركز على الإبتكار لتحقيق ذلك التصميم تنطوي الهندسة المعمارية على التصميم الهيكل مع التركيز بشكل رئيسي على الجماليات والوظائف في حين أن الهندسة المدنية تعمل على التفكير المنهجي لخلق ذلك التصميم على الأرض الواقع يبدأ المشروع من مسودات المهندس المعماري ويمتهي في ضمان المهندس المدني لصمت الهيكل أمام الظروف العادية والهيئة العادية يحتاج المهندسون المعماريين إلى المهندسين المدنيين لجعل تصاميمهم المرسومة هيكل واقعية لتعرف على أفضل الجامعات التي تقوم بتدريس الهندسة المدنية المعمارية كن بالتواصل مع فريق وستددكوم للحصول على المساعدة اليازمة